أعيز أقول أن الأغنية الخليجية بشكل عام بقت بتلاقي نجاح كبير أوي في الفترة اللي فاتت وعشان كده مهرجان العالمين اهتم أول حاجة بالسياح من الخليج العربي اللي جايين يزوروا مدينة العالمين والمصريين اللي أكيد بيحبوا الأغنية الخليجية عشان كده ينتظر جمهور الفنانة العراقية أصيل هميم حفلها في مهرجان العالمين في خلال الساعات المقبلة واللي هتقدمه مع الفنان الخليجي فؤاد عبدالواحد بقيادة الموسيقار أحمد طه وقدمت أصيل عدد كبير قوي من الأغاني اللي لقيت استحسانه شهرة كبيرة جدا مع جمهورها العربي والمصري زي أغنية شبهك قلبي اللي أطلقتها في 2020 وحققت 219 مليون مشاهدة ده طبعا وفق صفحتها الرسمية على يوتيوب كمان أغنيتها طبعا المشهورة شجات حلو واللي أطلقتها في 2021 واللي لقيت إقبال وأستحسان كبير قوي من الجمهور 130 مليون مشاهدة على يوتيوب وغاني كتير جدا 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 وإحنا مبسوطين إن هاد الوقت معانا على التليفون مساء الفل عليك يا أصيل أصيل هميم الفنانة العراقية الجميلة يا مساء الفل مساء الورد حبيبتي عليك وعلى كل اللي يسمعوني وكل اللي يشوفوني وسعيدة أكيد بالمداخلة الجميلة الحلوة ويسعد مساء أكيد أنت منورة على مين يا أصيل حبيبتي شكرا منورة أكيد بأهلها وكل اللي موجودين منورة فيكم أنت عندك جمهور من الجمهور المصري كبير جدا جدا وبالذات عارفة أكتر أغنية بنحبها قوي يوم يوم مش جات حلو آخر الحب وأولو صحيح سمعها بصوتك أنا كثير مبسوطة بوجوزي في مصر وأحنا تربينا أكيد على الفن المصري وعلى العمالقة المصريين وأكيد سعيدة لأول مرة أني أكون في العالمين ومتحمسة جدا أكثر ما تتصورين للحفل والحمد لله يعني لحد الآن الأصداء الحفل والحجوزات كثير كثير حلوة وهذا الشي يسعدني صراحة ولسه أكيد يوم الحفلة أنت أكيد هتتفجئي بعدد الحضور بس الأول بس يعني ما تتحكيش علي أنا عايز أسمع منك الأغنية دي بصوتك لو سمحت أي أغنية إش جات حلو ويوم ويوم مش جات حلو آخر الحب ووالو والله لعبي دي بصراحة أنا قطفة من هلو إي أنا قطفة من هلو أنا عاشق أنا هايم أنا طاير صاير أنا حبك أنا صاير كلت نفسك شاير يوم يا يوم مش جات حلو الله عليكي حكي لنا بقى عن كواليس التحضير لحفلتك في العالمين الحمد لله يعني إن شاء الله بكرة بنعمل بروفا أكيد مع الموسيقار الجميل الغالي على قلبي أحمد طاها وإن شاء الله في مختارات من الأغاني جميلة وأيضا أكيد بما أنه أنا في مصر أكيد لازم نغني أغنية أغنيتين مصرية للجمهور وإن شاء الله يا رب تكون حفل حلوة مثل ما أحنا متوقعين وأكيد يكون إلنا استمرارية في مصر طبعا زي إيه الأغاني المصرية اللي أنت بتحبيها يا أسيل في كثير أغاني قريبة على جلد يعني مثلا زي العسل مثلا أكدب عليك من أكثر الأغاني اللي أحبها ومن زماني عند دائما أرددها بل أول مرة رح أغنيها في مصر طب تسمعينها كده حاجة بسيطة حاجة صغيرة أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحبك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك لو قلت نسيتك أمسا أكدب عليك أمال أنا إيه قل إنت أنا إيه واختار لي بر ونرسع علي أمال أنا إيه قل إنت أنا إيه واختار لي بر ونرسع علي إنت حبيبي يعني إنت حبيبي آه ولا حبيبي عشان كنت حبيبي آه قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي أنا عايزة أقولك أنه إحنا هنا في الستوديو كل الناس في الستوديو مستمتعين عملتلنا إحنا عشان مش قادرين نروح فانسي عملتلنا حفلة هنا يا أصيل مرسيليك أقول لنا إحنا لن وصلنا لليام وإحنا نبدأ الأغاني والغني ومبسوطين ومصر صراحة جميلة أجواءها ممتعة ونازها يعطوش طاقة إيجابية فإن شاء الله يا ربي إحنا موعودين بيحفل الكثير كثير حلو إن شاء الله يا أصيل أصيل أنا عايزة أكلمك آخر حاجة عن التنوع في ألوان الفنون اللي بنشوفها في مهرجان العالمين قد إيه مهم إن احنا ندمج الفنون حتى العربية ببعض وننقل كده الأغاني الحلوة من بلد لبلد عشان إحنا خلاص بقيت العالم كله يعني النهار ده إحنا كلنا بنسمع أغاني بعض وبقينا نحب إنتوا بتحبوا أغانينا وإحنا كمان بنحب أغانيكم فحكيلي يعني التنوع ده قد إيه مهم وحلو في العالمين أكيد طبعا إحنا لا غنى عن الفن المصري ولا الفنانين المصريين أكيد وأنا صراحة كفنانة واحدة من الناس إن شاء الله أكيد إذا عثرت على نص حلو وغنية مصرية حلوة أكيد لازم أغني بالمصري هذا قاعد أسعالة من فترة إن شاء الله أكيد طبعا إحنا سعيدين أكيد هذه دمج حضارتين مثل يعني الخليج ومصر أساس الفن والغناء الجميل فطبعا إحنا مبسوطين أكيد خاصة إنه مدينة العالمين حسب ما سمعت إنه هي يعني بعدها جديدة فإحنا أول ناس نكون موجودين نحن فيها حفلات وبعد أيضا لا تنسين إنه أكيد فيه كثير سياح يعني من الخليج فدمج الحضارتين مع بعض كثير حلوة وأكيد إضافة إنه إحنا كفنانين نكون موجودين حتى يستمتعون الموجودين أكيد من الخليج ومن مصر ويتعرفون أكيد على ثقافاتنا بعد إحنا الخليجية وأغانينا الخليجية يستمتعون فيها فهذا شيء كثير كثير رائع أهنيكم صراحة على الموضوع هذا حلو جميل إحنا مبسوطين بيك يا أصيل وعايز أقولك إنه دي نسخة تانية بس من المهرجان يعني أنتوا هتقيموا الحفلة في المهرجان في نسخته اللي هي تعتبر لسه إحنا بنتكلم في نسخة فراش برضو ولكن أصداء المهرجان بالفعل قوية جدا جدا إحنا لقين سياح من الخليج العربي بشكل كبير فعشان كده إحنا مهتمين قوي باللون ده بالتحديد ومتحمسين جدا للحفلة يا أصيل وأحنا أيضا نستمتع أن نشوف في مصر يعني مباني جديدة مبني وأماكن سياحية حلوة ويكون فيها مطق فنانين وأكيد أتمنى التوفيق يعني لحفلتنا وأكيد لكل الفنانين اللي حيجون من بعدنا ودائما نحب نشوف مصر بأحلى وأبهى صورة يا ربي أتمنىكم كل السعادة والخير ويموفق لي شكرك يا أصيل وهتكسر الدنيا أكيد الفنانة العراقية الجميلة أصيل هميم كل الشكر لك الحقيقة كل يوم مهرجان العالمين بيبهرنا ببرامجه المتنوعة والمتميزة لحدث ترفيهي اتولد في الحقيقة كبير